أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى قصة النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أكثر القصص التي ذكرت في القرآن وذلك كأن هناك تشابه كبير وتناسب كبير بين شريعة موسى وبين شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله والقرآن الكريم حينما يذكر القصة يأتي بها من أجل العظة ومن أجل أخ الدرس والعلاج ومن بين هذا التشابه يالحالة الفرحونية فإنها موجودة في كل زمان ومكان والقارونية المالية فإنها موجودة في كل زمان ومكان ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة موسى في عدة آيات أو في عدة سور لم يأتي بها في سورة واحدة من أجل التفكر ومن أجل التأمل والاعتبار بقصص الماضين